فعاليات وألوان خضراء بأبعاد سياسية لوثت الحياة العامة وأفكار الناس من قبل جماعة حولت الفعالية من شأن ديني إلى فرض قهري لترغم الناس بقوة الدولة المنهوبة للإنصياع لمشروعها وسلطتها يتعرض أصحاب المحلات التجارية الرافضون لدفع الإتاوات إلى صنوف كثيرة من التهديد والأذى قد تنتهي بإلقائهم في السجن وإغلاق محلاتهم التجارية تقول المصادر إن الميليشيا قامت بحصر المحال التجارية والمصانع والمؤسسات والممتلكات الاستثمارية كالعقارات والمواشي من أجل الجبايات التي تفرض عليهم وما أكثرها وعليه فقد ارتفع عدد المناسبات التي باتت مناسبات للإحتيال ونهب المزيد من الأموال إلى قرابة ثمان مناسبات خلال السنة ثمان فعاليات تقريبا تنفذها ميليشيات الحوثي تقدر ميزانية النهب لغرض الإنفاق عليها قرابة 100 مليون دولار لكل مناسبة يقول المحتجون إن هذه المبالغ تكفي لدفع رواتب الموظفين الواقعين تحت سلطة الميليشيا سيما وأن الحوثيين يعمدون لابتزاز الجميع تحت الشعارات الدينية التي أصبحت سياطا لجلد وقهر مخالفهم ويقول المراقبون إن تناقض المجتمع الدولي في حديثه عن الحريات والدفاع عن الأقليات دفعه للسكوت عن ممارسة جماعة تفرض على الآخرين فعالياتها بقوة السلاح وترغيمهم على الحضور والاحتفاء فقد أجبرت الميليشيا المدارس والمؤسسات الرسمية المسيطرة عليها وعقال الحارات للخروج والحجد لإخياء احتفالات المولد النبوي وإغراق صنعاء وغيرها بلافتات تعزز الطائفية وتنفر اليمنيين من مناسباتهم الدينية